المستشرة مرتدى منصورة لرئيس نادي التعاون السعودي نحن ولايسنا عبيداً ولما تتكلم عن مصر اتكلم بأداب قتابة ومعنا التفاصيل انت غيرت واحد بالفلوس انت مخطوش عشان انت احسن فريق واحسن نادي في السرادية لا انت في الترتيب معين حتى لما جيت عشان وصفت في تتعابدوا معا انا استهربت يعني احترامي لدي التعاون لما اعتقلوا بالبس فان الله تعفر بتعيل كده والله يا سيدة المصر وصدقني انا اشتغلت في السعودية وبقولك ان التعاون واحد من الانبياء المستقرة جدا ونادي يعني هما بيديروا الكرة بشكل كويس احنا طبعا مش قابلين انا بالنسبة لي انا كراجل لزمالكاوي وكراجل مصري مش قابل بالتويت ازيل زي حضرتك يعني ايه اللي بيبغيه يصير كونهوبر عليه الدم لا يا حبيبي لا لا انا متكلمش عن مصر ولا عن الزمالك لا مش قابلين اتكلم قدب عن مصر وعن الزمالك صحيح انا مش قابلين بالكلام ده فان الله قمرت ايه؟ لا انا اللي بقول دواتي اعلن عن دواته قدام مصر كلها بخاتم سمو الأمير محمد بن سلمان هذا الرجل المحترم المتحضر اللي بيشتغل اللي بلده وان هذا بألة تانية خالص هل يرضيك انك عندك مواطن اسمه محمد القاسم ايا كان يقول اللي بقى مربيه تيم واللي ببغيه لازم يسير لا احنا مش عبيد عندك يا محمد يا قاسم لا احنا مش عبيد لا تبتكلم غلط لا تفهم غلط لمادي الزمالك صحيح حيث وجه مرتضى منصور مجموع من رسيل بعد رحيل باترس بشكل رسمي للتعاون السعودي اعرب منصور عن ثقة ان تركي ال الشيخ لا علاقة له بانتقال المدرب الفرنسي للفريق السعودي المدرب الفرنسي لما يرحل من الباب الصغير لكن نطق من البلكونة واحمل المسئولية لمحمد القاسم رئيس التعاون الذي كتب عبر صفحة التعاون اللي بغي يسير عفوا انت لا تعلم قيمة مصر عندما تتحدث عن الزمالك تحدث بأدب ووجه رسالة مباشرة لرئيس ناجي التعاون وقال انك لما تحصل على المدرب الفرنسي لانك الافضل ولكن اغريته بالفلوس ومع احترامي للتعاون كل معلوماتش عنه انه يرتدي قميص اصفر وأخاطب سمو الامير محمد بن سلمان هل يرديك ان يتحدث مواطن لديك اسم محمد القاسم يقول ذلك فنحن ليسنا عبيد الزمالك تاريخ من عام 1911 وقال المستشار مرتدى مرنصور دائما محافظ على علاقاتنا مع السعودية وبيننا وبينهم نسب ومصهرة ما قاله رئيس التعاون غير مقبول لانت خطفت مدرب مرتدق وان القصة ليست اموال انت تريد ان تغلط في الزمالك يا رئيس التعاون تعاقت مع المدرب الفرنسي بطريقة غير مشروعة وسيفعل ذلك معك حيث غرض رئيس نادي التعاون القاسم عبر حساب الشخص بموقع تواصل الاجتماعي عبر تويتر وقال هذا التعاون يا سدى اللي بغي يسير واللي يؤمر او اأمر عليه يتم حيث اعلن نادي التعاون تعاقده مع المدرب الفرنسي لمدة موسمين بعد مرحلة الفرنسي عن نادي الزمالك ووجه رسالة مباشرة لرئيس نادي التعاون وقال له انت فهم غلط لما تتكلم عن مصر تتكلم بأدب انت تلعب بالنار ان الزمالك نادي كبيرة